في البداية كده عايزة اتكلم شوية عنك وتكلمنا انت منشئين نادي الزمالك اصلا بدأت في نادي الزمالك والصارط امتا عايزت تحكي لو حد degenerت نادي الزمالك ازاي والتطور بدأ ازاي لحد ما صرت الفرق الاول بسم الله الرحمن الرحيم الاول خالص انا احنا بدأت كان بدايتي في نادي النصر كان عندي اتناشر سنة النصر القاهري كأب سامج الشيشيني طبعا انا أنا روحت اختبرات نادي الزمالك طبعا فكأب سامج شيشيني شافني ويتفرج علي وكان متابعني كان هو وكابتن حمد أنور لعبت موسم واحد في نادي النصر بعد كده كابتن سامي ششيني وكابتن حمد أنور جابوني من نادي النصر قاعدوا مع الدكتور عمرو عبدالحق والموضوع خلص الحمد لله وجيت نادي الزمالك 13 سنة الحمد لله من أول ما دخلت نادي الزمالك الحمد لله اتمرنت مع تحت قيادة مدربين كبار أوي في نادي الزمالك الحمد لله لعبت كل المراحل السنية اللي في النادي يمكن في سن 18 سنة كنت موجود مع الدرجة الأولى مع ميستر كرول عدت موسمين مع الفريل الأول الحمد لله كنت موجود يعني يمكن ما شاركتش بس كنت دايما موجود على طول الحمد لله في وقت من الأوقات كنت موجود مع جيل عظيم كابتن حازم الجيل الجيل بقى الجيل كله كان حتى الجيل اللعيبة اللي لسه متصعادين كانوا جمدين يعني الله رحمه كابتن علاء علي كان الجيل برضه فيه أحمد المرغاني طبعاً من النجوم برضه اللي عملوا فترة مميزة جداً مع النادي كان فيه أكتر من اللعيب اللي هو قبل الفترة بتاعت عمر جابر محمد إبراهيم حازم محمام قبله بالضبط هي الفترة دي كنت موجود مسلمين كاملين مع الفريل الأول الحمد لله كنت يعني من اللعيبة المميزة اللي موجودة الحمد لله كان معي لعبة كبيرة متصعادة معايا كان معي أحمد إبراهيم كان معي مرغاني كان معي حازم أحمد إبراهيم الباكلفت الباكليفت طبعاً تقريباً أحمد إبراهيم لعب مباراة واحدة أنا فكر جداً لعب طنطا لعب طنطا جاب جول ما شفتوش تاني فين أحمد إبراهيم فين فيه لعيبة كتيرة كانوا في الوقت ده أنت يمكن كملت ولعبت بعدها الجيش وكنت متميز في فريق الجيش فيه لعيبة فين أحمد إبراهيم مثلاً أحمد بص الوقت ده كان اللعبة اللي موجودة في الدرجة الأولى كانت أسامة كبيرة وكانت لعيبة كويسة جداً جداً الوقت ده الناشئ اللي كان بيطلع يلعب شوت واحد مش هقولك مباراة واحدة كانت مصر كلها بتعرفوه كان جيل بقى كابتن حازم إمامه لا وفي الناحية بتاعته كان طريق السيد كان فيه كابتن أسامة حسن كان موجود بالزبط فالجيل اللي كان موجود كان جيل كان عمالقة يعني زي ما بيقولوا يعني بأمانة ربنا دونجا كابتن تامر عبد الحميد كابتن أبو العلا كابتن بشيري التابعي كابتن متحة عبد الهادي كان فيه نجوم ولكن هي كانت فترة صعبة أوي بالزبط كانت فترة صعبة إدارياً على نادي الزمالك اللي هما العشر سنين لما بين الفين وخمسة لحد الفين واربعتاشر احنا خدنا يمكن البطولة اللي انت كنت في الفرقة ساعتها في الفين وتمانية كانت فترة صعبة أوي لكن الفكرة كلها بقى أنك تظهر في الفترة الصعبة دي انت من الناشئين تتصعد بعد ما تتصعد تبقى لعيب كويس لو انت مش كويس مش هتستمر في الكرة فحكيلي بعد نادي الزمالك بس عايزك قبلها تحكيلي عن الفين وتمانية والكاس كان فيه ساعتها تيشيرت لابسينه لا الاعتزل لكابتن حازم احكيلي الكواليس بقى وانت في وسط اللعيب الكبار دول كان مين اتفع على القصة دي هو كابتن حازم كنا ماشيين في كاس مصر كويس جدا جدا فترة دي كانوا اخد قراره انه ما هيعتزل يعني قال ساعدوني ان انا خلاص ان انا بعد نهاية الكاس اول من نحرز نهاية الكاس انا هقرر الاعتزال فاللعبة بينها وبين بعض كانت في روح جميلة جدا جدا الوقت ده يعني صراحة يعني وكانوا دايما مع بعض يعني كانوا دايما لمين بعض مع بعض على طول فقرروا انهم يعملوا تشيرت لكابتن حازم ويهدوا كاس مصر لكابتن حازم وكتبوا عليه لا الاعتزال طبعا المميز الوقت ده كان موضوع الجماهير كان الستاد دايما بيبقى مقفول استاد بيبقى دايما مليان جماهير ده اللي نبت منها الفترة دي ان الجمهور يرجع تاني مدرجات وبقوة احنا شفنا يعني وقت ما بيسمح دخول الجماهير وصراحة جمهور الزمالك ما بيتأخرش وشوفنا مبارح شكل الجمهور عامل ازاي لا حاجة تفرح حاجة تفرح وخصوصا جمهور نادي الزمالك يعني جمهور واعي وبيقدر اللعيب الكويس بيقدر اللعيب اللي ما بيبخالش على نادي الزمالك فالفترة دي طبعا كان اي ناشئ بيطلع كان التعامل معه بمنتهى الاحترافية بس يعني الحمد لله يعني ده طبعا ده نصيب الحمد لله بعد كده رحت الجيش مع كابت فاروج عفر ولعبت موسيومين هناك كانوا موسيومين ولا اروع يعني الحمد لله درت احرز المركز يعني مع الجيش الموسيومين دول مركز رابع وخامس هذا يمكن احسن حاجة احرز الجيش او احسن مركز ووصله الجيش بالزبط الفترة دي بعد كده رحت الاتحاد السكندري مع مستر مكيدا بعد كده يعني خدت لفة كده بعد كده غز المحلة طبعا كانت برضو فترة مميزة في حياتي بعد كده اتجهت التدريب بالزبط اول ما خلصت اتجهت للتدريب بالزبط اه ويمكن كمان وانا بلعب اتجهت برضو ان انا يعني اعمل دراسات برضو وانا بلعب الفترة دي برضو ان انا كنت حاسس ان الموضوع مش هيطول معايا في الكورة فقلت لا ابتدي من دلوقتي يعني اخد دراسات ابتدي اشتغل في النادي طبعا في حاجة للمستشار مرتضى عاملها ودي طبعا انا عايز من من القناة ومن المكان العظيم ده دايما مدي اولوية لولاد النادي ودي مش موجودة في اي مكان يعني اي مكان في الشغل في النادي في موضوع التدريب او في اي مجال في النادي دايما مدي اولوية لولاد النادي شكرا